بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصفة الثانية الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي لسبيع الماضية تناولنا موضوع مفهوم قريب وبعيد وأخذنا مجموعة من الأهداف التعليمية بالأمس قمنا بمراجعة التمارين الخاصة بكتاب الطالب الدراسي اليوم بإذن الله سنراجع نفس الدرس سواء لمفهوم قريب أو مفهوم بعيد وبهذا نختم درس مفهوم قريب وبعيد غدا بإذن الله سيكون درس جديد إذن سأبدأ بهذه الصورة نلاحظ هنا فيل صغير قريب من أمه قريب إذن الفيل صغير قريب من أمه طيب نشوف نفس الصورة للفيل لكن اختلفت المسافة هنا أصبح الفيل الصغير ماذا؟ أحسنتم أصبح الفيل الصغير بعيد عن أمه أصبح بعيد إذن هنا الفيل الصغير بعيد عن أمه طيب نشوف هنا صورة ولد وبعص لاحظوا المسافة بين الولد والباص هل هي قريبة أم بعيدة؟ ممتاز الولد قريب من الباص قريب طيب نشوف الصورة الثانية الآن ترى الراجع أخذنا هذه الصور جميعا مفروض أنه على طول نجاوب هنا باص وولد شوفوا المسافة أصبح الولد وين؟ ممتاز أصبح الولد بعيد بعيد إذن هنا مفهوم بعيد طيب الرجل يقف عند المنزل لاحظوا المسافة بين الرجل والمنزل هل هي قريبة أم بعيدة؟ أحسنتم يعتبر الرجل قريب من المنزل قريب طيب نشوف نفس الصورة للرجل والمنزل لكن اختلفت المسافة الآن أصبح الرجل أين؟ أصبح ممتاز بعيد أصبح الرجل بعيد عن المنزل لاحظوا المسافة بين المنزل والرجل طيب نشوف أيضا صورة مختلفة هل مرة منزل وشجرة؟ نلاحظ المسافة بين الشجر والمنزل ماذا؟ هل هي قريبة عن بعيدة؟ ممتاز المسافة قريبة إذن الشجرة قريبة من المنزل نشوف نفس الصورة للشجرة والمنزل لكن هنا اختلفت المسافة إذن هنا ماذا؟ أصبحت الشجرة ماذا؟ ممتاز بعيدة عن المنزل أصبحت الشجرة بعيدة عن المنزل أيضا صورة مختلفة لقرد لاحظوا القرد هل هو قريب أم بعيد عن التفاحة؟ لاحظوا القرد أين مكانه؟ هل هو قريب من التفاحة؟ ممتاز يعتبر القرد قريب يستطيع أن يقطف التفاح لأنه قريب كرد خلف المعلمة قريب نشوف الآن نفس القرد لكن اختلفت المسافة أين أصبح القرد؟ أين أصبح؟ ممتاز أصبح بعيد بعيد عن التفاح نشوف صورة ثانية ولد هو السرير لاحظوا المسافة بين الولد والسرير هل هو قريب أم بعيد؟ ممتاز قريب طيب نشوف الآن نفس الولد والسرير أحظوا المسافة أين أصبح الولد؟ ممتاز أصبح بعيد بعيد عن السرير أيضا قط وكرسي شوفوا المسافة بين القط والكرسي هل هي قريبة أم بعيدة؟ نفكر أعزاء الطلاب والطالبات ممتاز القط يعتبر قريب من الكرسي قريب طيب نشوف نفس القط ونفس الكرسي لكن اختلفت الآن ماذا؟ المسافة أصبح القط أين؟ أصبح بعيد بعيد ممتاز أيضا لاحظوا هنا صورة الولد وهو يسبح والصورة الثانية للولد أيضا وهو يسبح لكن نشوفوا المسافة هنا الولد ماذا؟ هل هو قريب أم بعيد؟ الولد يعتبر بعيد بعيد طيب الآن أصبح ماذا؟ ممتاز أصبح قريب الولد يسبح قريب في البحر طيب نشوف أيضا طيارة تحلق في السماء هذه الطائرة هل هي قريبة أم بعيدة؟ ممتاز بعيدة بعيدة الآن أصبحت الطائرة ماذا؟ ممتاز قريبة إذن الطائرة هنا تمثل مفهوم قريب طيب نشوف الولد يمسك بطائرة ورقية نلاحظ أن الطائرة الورقية هنا قريبة طيب شوفوا الصورة الثانية وأنتم قولوا هل هي قريبة أم بعيدة؟ هنا قريبة طيب هنا أين أصبحت الطائرة لاحظوا؟ الولد والطائرة الورقية وين كانت؟ وين كانت أول؟ قريبة طيب هنا أصبحت بعيدة أحسنتم بعيدة عن الولد طيب أيضا أخذنا هذا التمرين وقلنا هنا صورة صبورة كما في غرفة الصب في المدرسة وهنا معلمة وهنا طالب أريد أن أعرف من القريب من الصبورة؟ هل هي المعلمة؟ هنا أم الطالب؟ نشوف الشاشة ونشير لولي الأمر من هو القريب من الصبورة؟ من؟ هل هي المعلمة التي تقف هنا؟ أم الطالب؟ أحسنتم إنها المعلمة هنا يمثل مفهوم قريب من الصبورة أما الطالب فلاحظوا مكانه الطالب وين مكانه؟ أحسنتم يعتبر بعيد بعيد عن الصبورة أيضا أخذنا هذا الصورة لاحظوا سيارة صفراء هنا وسيارة الشرطة تقف هنا هنا إشارة المرور أريد أن أعرف منكم أعزائي الطلاب والطالبات وأريد منكم أن تشيروا على الشاشة لولي أمرك الذي بجانبك أين هي السيارة القريبة من إشارة المرور؟ لاحظوا هذه إشارة المرور هنا السيارة الصفراء وهنا سيارة الشرطة من القريب؟ السيارة الصفراء أم سيارة الشرطة القريبة من إشارة المرور؟ أحسنتم إنها السيارة الصفراء تعتبر قريبة من إشارة المرور لاحظوا المسافة قريب أما سيارة الشرطة ماذا بعيدة بعيدة أحسنتم إذن هنا قريب وهنا بعيد نكرر خلف المعلمة قريب قريب بعيد بعيد أحسنتم طيب نشوف آخر صورة قبل أن نختم الدرس هنا يوجد ماء وهنا بطة في الصورة الأولى وصوص دجاجة أو طائر في الصورة الثانية أريد أن أعرف الآن من هو القريب من الماء هل هي البطة في الصورة الأولى أم الطائر في الصورة الثانية من القريب للماء هنا الماء وهنا البطة شوفوا المسافة المسافة ماذا أما الماء والطائر فلاحظوا المسافة بينهم إذن القريب من أحسنتم القريب هي البطة تعتبر قريب من الماء تستطيع أن تشرب بسهولة لأنها قريبة أما الطائر فهو ماذا بعيد أحسنتم بعيد إذن هنا آخر شريحة لدرس اليوم قريب وبعيد أريد منك أن لا تنسى عزيزي ولي الأمر أن تقوم بتعميم المهارة لأن هذا هو آخر حصة لدرس قريب وبعيد غدا بإذن الله سنأخذ درس جديد لكن حتى لا يفقد الطالب المهارة وهي مفهوم قريب وبعيد أريد منك أن تعممها في المنزل باستخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية مثل إحضار سيارات أو دماء أو أي شيء متوفر من الألعاب ووضعها في طابور ثم نسأل الطالب ما هي السيارة القريبة منك أين السيارة البعيدة أيضا استخدام الكرة ودحرجتها بعيدا وقريبا من الطالب أيضا بإمكانك أن تستخدم القصص التعليمية التي تحتوي على مفهوم قريب وبعيد أيضا لا بد أن نكافئ الطفل على كل جهد يقوم به حتى لو كان متضمن بعض الأخطاء ونقوم بتصحيحها وتصويبها بطريقة غير مباشرة ونستخدم جمل بسيطة وواضحة ليفهم الطالب والطالبة ما هو مطلوب منه أيضا لا ننسى أن لا نطلب من الطالب أن ينطق الكلمة إذا كان يعاني من مشاكل في اللغة وإنما نقبل منه الإشارة أو الإيماء هذا هو درسنا اليوم بإذن الله وهو يعتبر آخر درس لمفهوم قريب وبعيد بإذن الله أراكم غدا في درس جديد في مادة الرياضيات كانت معكم المعلمة أمل التمامي مع السلامة